السلام عليكم يا إخوان كنت أتكلم بكم في صحيحنا اليوم الأخوان علينا علموا هذا الموضوع سنة الأمازيغية تاريخ الميلادي وين جاء رأس سنة الأمازيغية ومشي كي يكون رأس سنة الأمازيغية قاعد الموضوع علينا تعرفوا في هذا الفيديو إن شاء الله اليوم الأخوان وشبعوني من بعد هذا الإنترو قاعد الموضوع سنبدأ ونبدأ أمشي يحتفلوا الأمازيغ برأس سنة الأمازيغية يحتفلوا برأس سنة الأمازيغية بطبش 12 يناير من كل عام والتاريخ رأس سنة الأمازيغية يوازي و يفوت رأس سنة الميلادية بـ 950 عام ومن نسبة لهذا الاحتفال دراسة السنة الأمازيغية كان قاسم المؤاريخين القاسم الأول القاسم الأول يعتقد بما أن هذا الاحتفال في يناير كانوا الأول يعتقدون أنه احتفالا بالفلاحة ولا بالأراضي الزراعية هذا الشيء الذي يجعلها تعتقد أو تسميه بالسنة الفلاحية أما المؤاريخين التاريخ القاسم الثاني يعتقد أن هذا الاحتفال يجب طفش بأنه انهزام ملك المصر على هذا الملك الأمازيغ الذي هو اسمه بالأمازيغية بضبط المعركة قبل 950 قبل الميلاد الإخوان وهذا الشيء يعتقدون المؤاريخين بالنسبة لهذا الحفل كان الكثير من الأمازيغ حول العالم وكان يحتفل نهار 13 وكان يحتفل وكان يختلف كيف يحتفل كل واحد بالنسبة لجزائر الأمازيغ في الجزائر كان يحتفل بأنه يغني ويتمشون في الشوارع ويغني ويشطحون ويضرون بزر الشوارع هذه هي الاحتفالات عند الجزائر المغرير قصرية بحلقة قصرية الروز والأمازيغ والعظم تمار ويجب أن يكون لديه الظرف ويجب أن أعرف بعض الأمازيغ ومتمنى أنكم سابتكم في الفيديو ويجب أن نعرفكم على السنة الأمازيغية ويتشاهدون الفيديو heads تكون هناك فيهم بزربي الأمازيغ أتبع بالأمازيغ بأس فلس فلس فركب ومننجاح وسأتعلن في الحال أتبع بالله ونهتك بالأمازيغ ويكون خير ويقول للمعربي السلام عليكم اشتركوا في القناة